شؤون الجمارك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الحركة التجارية وتطوير الاقتصاد الوطني قامت شؤون الجمارك بتخصيص المسار السريع للشاحنات والذي يتضمن عبور الشاحنات إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميسرة وفي فترة وجيزة تعمل شؤون الجمارك على تحديث الأنظمة والإجراءات الجمركية بصورة مستمرة بما يواكب المتغيرات العالمية ومن هذا المنطلق وبناء على التعاون والتنسيق المستمر مع جمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة تم تفعيل المسار السريع لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية لمتطلبات تفسح المجال لصادرات أكبر عشر شركات للسلع الوطنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ويعتبر المسار السريع أحد سبل دعم تسهيل التجارة حيث يسمح بعبور الشاحنات إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميسرة انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الاجتماع الذي نعقد في العام الماضي في القمة الخليجية وتحديدا في الملف الاقتصادي بضرورة تيسير التجارة البينية بين دول مجلس التعاون فقد تم تفعيل المسار السريع للشاحنات على منفذ جسر الملك فهد وبالاتجاهين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كأول منفذ في دول مجلس التعاون يقوم بتفعيل هذا المسار السريع المسار السريع هو مخصص لأكبر عشر مصدرين من كل دولة ويعمل بنظام التخليص المسبق بحيث يتم انهاء كافة البيانات الجمركية قبل وصول الشاحن وقد بدأ تفعيله في مرحلة تجريبية بداية شهر ديسمبر الماضي على أول شركة تم تأهيلها في مملكة البحرين وهي شركة صلب وبالاتجاه المعاكس هي شركة ألبان ندا في الدخول لمملكة البحرين ومن خلال التجربة التي تم عقدها في الشهر الماضي فقد تغلص زمن العبور بالنسبة للشركة من فترات تراوحت بمعدل 12 ساعة إلى أن انخفض المعدل إلى فترة تراوحت بين العشرين والمئة وعشرين دقيقة وهي فترة ومستوى غياسي كبير إذا مقورن بالمنافذ العالمية وتستمر هذه الأعمال التطويرية المشتركة بين البلدين الشقيقين عبر جسر الملك فهد لتحسين كافة الإجراءات الجمركية والتقليل من الإزدحام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر